السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً نشكركم اللي تعطيونا هذا الفرصة على القناة الوطنية وبالأخص في هذا الدرداشة اللي تعطيونا الفرصة نجيو للمنازل تعكم ونيتنا نيتنا صالحة وإن شاء الله بها نفيدوكم في ميدان الصحة كيف نفيدوكم؟ نفيدوكم إن شاء الله المعلومات اللي نعطيوكم هي أنا يا بالأخ الشخصي الركز على الوقاية كيفاش المشكل الرئيسي السؤال الرئيسي هو كيف نتفاداو المرض لأن يا للأسف في المجتمع التعنا نخلي والأمور تطور وحدها حتى نهال يجي المرض بعيد الشر والله يبعدو علينا كي يجينا المرض هذا كل وقت نبدأ نجريو المستشفى الميزانية الأدوية تبدأ تغلي الآن الدول متقدمة واني نهضر في ميدان الصحة في ميدان الصحة قال لك الآن لازمنا نركز على الوقاية الوقاية واش حبي يقول لما نترجموها كيف نتفاداو بعد الأمر أمر الله هذه حاجة وحدة أخرى هو الله سبحانه هو اللي يعلم بلغي ولكن الله وهذه نقولها ونعودها عدة مرات لأن الله عاطينا دماغ فضلنا فضلنا على الملائكة يا جمعاء هذه نعمة كبيرة الآن نهضركم على مرض السكر يلي الأسف من هبة ودبة يهضر على مرض السكر يا إما كأن كلام يكون عالي تقني مية في المية وين تقول الإنسان اللي يرى ويتكلم تقول لو يتكلم في كاش ملتقى عالمي خاص بالأطيبة وخاص بالمختصين أنا نعود للأخر ولكن الاتصال بكلام بعيد كلي أنا ونعودها كل وقت هاو يجيني واحد هاو تاع الكهرابة هنا مسؤول على الكهرابة في الأخر نقول له كيف هذي كيشعلوا ولا كيف هذي كتصرها يبدأ يظل على بألفاظ تقنية محظة يفهموها غير زملتها يلي الأسفة في الطيب رأنا لهذا المرحلة واحدة ثانيا مرض السكاري من هبة ودبة نعودها ويهضر عليه يائما بألفاظ تقنية محظة يائما بكل واحد واشي يقول واحد يهضر على الزعتر لاخر على الحنتيت لاخر على التشكتوكة لاخر على هذا لا 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 لازم الإنسان يكون مسيطر على الفيزيوباتولوجيا بالفرنساوية واشي حب يقول لما ترجموها يحب يقول كيفه يوقع وينتشر مرض السكاري عند الإنسان هذو معطايات علمية حاجة واحدة أخرى كي يسكن المرض في إنسان كي يسكن بالفرنساوية المضاعفات مرض السكار والو هو ارتفاع كمية السكار في الدم ولكن هذا السكار رغم اللي أنه هو الحياة السكار هو الحياة باتفهموا الأهمية تعوه شغول السيارة أشريها بمئة مليار لو ما تدلهاش واحد المادة والله ما تتحرك وهذا المادة أراك قلتوها هو البنزين هو ليسانس ليسانس تعالعبد تعالإنسان هو المواد السكارية وين عرفوا اللي عنده أهمية وهذه دوكلي أمراض اللي شافيهم بمرض السكاري عند هاللي يطيح لهم السكر عند هاللي يطيح لهم السكر يطيحوا في غيبوبة وفيها خطورة كبيرة هي ينجم مباشرة تأدي للوفيات لازم التدخل السريع السكر في الدم كنت شوفوا أهمية تعو كيكون وحده كيكون بزيادة كما بدون تعماي يتدفق هكذا راهو يأدي إلى قتل قتل بمعنى الكلمة الأعضاء في ذاتنا بالآخص القتل تعالبصر هذا هو اللول اللي نخاف منه واحد يفقد البصر تعه ما فيه حتى هذا حبس نأكد حاجة نأكد حاجة ونكرر ما نيش نقول اللي عنده مرض السكر راح يفقد البصر تعه ما قولش هذا الشيء الإنسان اللي ما يعطيش اهتمام للمتابعة تعكمية السكر تعه يخلي السكر داير رايو كما قولوها بالدرجة هذا يفقد البصر ثانياً راناً نسمعوا الأطفال الصغار يعرفوا السكتة القلبية كريس كاردياك عندنا الجلطة الدماغية لافيسي ذريري صغار راهم يعرفوها وراه في ارتفاع راه في ارتفاع راه مشكل عويص في الصحة العمومية لأنه يلزمنا واحدة التدخل السريع وكذلك اللي احنا ما ناشو موجدين فيه احنا هي مكان الآن مثلا كي تكون جلطة دماغية ولا هو بعض المصالح المختصة تدخل في المنزل في المنزل تعل الإنسان ولا في غرفة فندق ولا في محطة السكة الحديدية ولا في فندق لتدخل احنا يعان غيرا كذا نسلنا وبان ديوان المستشفى كوكينة يحقون للمستشفى لازم الانتظار خليم خلط واحد اللي يجي طالو نعاس يدخل في نفس الغرفة مع واحد اللي يراه سرعة لأنه كان تدخل سريع في السكة القلبية وفي الدماغية وثانيا ويا للأسف رأي في ارتفاع لأننا ما نشن سيطن على الموضوع لازم نقشطه بصفة علمية بطرق علمية لتدخل موش طرق إدارية هي العجل الكيلة لانسوفيزونس رينال يعني الكيلة أعضاء عندهم أهمية وارتباط ما يحمل أول ودقيقة غلطة ولا هما الكيلة يموتوا أن تلجاوا إلى الآلات تصفية الدم وهذه الآلات رأي لازم زوج ولا تلافى في الأسبوع الإنسان والذي في الدنيا وحدة أخرى حياة وحدة أخرى ارتباط بهذه المشينا اللي ممكن عند الخطورات تعبس فايرو تعلي أن تكاتف الناس السناو واني نقول لكم ما أنا حاجة أنا أخوي الله يرحموا مر على هذا المرحلة على هذا الشيء اللي رأني نهضر بهذا الحيوية الحيوية يزمن هذا وعليا ثالثا عندنا الرجلين الشرايين تع الرجلين وين الدورة الدموية اللي عندو مرض السكر لازم يخضع إلى نظام إلى انضيبات تع نظافة الرجلين ونطلب نطلب ملأ طيبة نطلب ملأ طيبة الزمالات تعي ما نديش غيبي في الأوردونوس نقلب الرجلين تع هذا المرحلة نحيله صباط نحيله تقاتر ونقلم ما بين الأصابيع تع الرجلين ونعطي معلومات لأن رأهم شحال من العدد تع الناس اللي عندهم مرض سكاري رأهم يوصلوا إلى انقطع لهم الرجل تعهم يا للأسف واني نقولها بواحد المسؤولية وواحد قلبي مغموم بهذا الحالة والمنظمة الدولية تع الصحة نبهتنا قاتلنا لكم تقوموا بزات بقطع الرجلين نفس الشي في السيزاريان مفضلكم نعرفوا بالليد ديابات موش الأدوية موش إلا وفقط الأدوية موش قضية أوردونوس قضية تكفول في الميدان أني نهضر ممارسة في الميدان موش نكونوا لجناة وتجتمع ولا ملتقى علمي وقضية هذو كل معطايات العلمية معروفين وانا نعرفوهم وانا على بلنا الطبيب اللي معلبلوش تطور المعطايات العلمية غير سمحوني نقولها غير قاري لأننا لازمنا نغير التكفل بالضيابات في الميدان في كل لقطة العلاج بولي كلينيك ولا بريبي ولا كلينيك ثمك راه الحب يتلعب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته